اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا اي شيء ولا اي حاجة من احد ولا 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 سيدنا الله ينصرهم تكلف بالامور ديالذر يحجدهم ايه وليس لخبرك العين يعني انظر لركم تشوفوا اراد ستعطيكم انظر خاصة وشاملة ملعج شرف كنا رحمه الله كان رجلا فاضلا عالما عاملا ناسكا عارفا على عبادة ربه معتكفا حاجة لبس الله الحرام صواما مجاهدا في سبيل الله قواما مقبين على ربيه معرضن عن زخرو في الدنيا باسره قسم عمره رحمه الله لا ثلاثة اقسام قسم تصدى فيه لنشر العلوم وقسم للجهاد واحياء الرسوم وقسم للخلوة والذكري والسل المكتوم هكذا كانت حيارة صالحة رحمه الله الى اللقاء ربه عنده 28 اخزوا ببلاد الاندلس وحرر بلدتنا بالسودان ودرس العلم بقصر ابي عامناف بهذه البدنية التي أسمو لي علي الشريف وكذلك كان يعني بمدينة فاس قول بصرو يعني كان معاصر سيد علي بوصرغين يعني بقت من واحد المودة واحد المودة من الزمن يدرس العلم هناك رحمه الله يعني كان بعض الكتب دياله كانت كشف الخيزة الملكية يعني كانت كتب دياله في الخيزة الملكية لأنه هو رحمه الله كان جل الأمر دياله الجهاد الجهاد هذا هو اللي كان عنده يعني السيرة دياله مطبوعة بالجهاد أي كتب التاريخ تتحسس الأنوار الحسنية وترجمان الكبرى يتحافع من الناس اللي بن زيدان اسمه اسمه ديال الشريف الفضيري اسمها درار البهية يعني هي غنية بزافة يعني مستعى بزافة فهذه الناس بديل الدولة العلوي الشريفة ومستعى كذلك في مناقب ديال الملائل الشيف رحمه الله يكون رجل صالح يكون تقلي سبارك وتعالى يكون أدي الواجبات دياله حول يعني من تديون دياله من محبة للناس من أخلاق فاضلة ومن صبر ومن تفاني في الخير ومن سمعة طيبة ويكون يعني نازه ويكون بريء يعني من جميع الخصال الماشينة ويتق الله في نفسه مأمكا ويستعين بالله سبحانه وتعالى هذا هو الأمر اللي خصت تكون ويكون على بينا من الأمر في المهمة دياله يكون على بينا من تاريخ يكون على بينا من من أمر ديني يكون على بينا يعني من توصوله واتصاله بالناس هكذا يعني موسم تكون في العيات الدينية فقط يعني شي موسم خاص في ذلك يعني ذلك الهراج والمهراج ولا عندنا العيات المناسبة للدينية تجتمع الناس بالأمداح النبوية وقراءة القرآن وذلك الله ورفع الدعوة فقط موسم سني قراءة القرآن والذكر والأمداح النبوية ورفع الدواز وتتمع ذكر الله وتيكون وحتى طعام لله تجتمع عليه الناس والله يجعل لبركة هذه الأمور اللي يسير هنا وعلى الضارة الحمد لله الله يجعل لبركة فينا ما خصنا حتى شي عاجة ما مفتقر اللي حتى شي عاجة الله ينصره ويبارك في عمره ويخليه باركة لأهد الأمة ونور طريقه ومتعب الصحة والسلامة والعافية والحفظ الوقاية والله يصحبه بالسلام والعافية في السفار وفي الحضار والله سبحانه وتعالى يشافيه ويعافيه ويدويه ويخليه باركة لأمة والهد الشعب والهد الوطن والله يجعله على قدم جديد المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك في العمر ذي له ويقرع عنه بولي عديه صاحب السمك المليه الحسان ويشد أزره بشقيقه صاحب السمك المليه الرشيد ويحفظ هذا الوطن من كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وخيانات الخائرين ويكفين الكائدين داخل المغلب وخارجه وأن ينصره على كل من عاده وأده وأن يحطى هذا البلد بألطفير خفية والله سبحانه وتعالى رحف هذا البلد من الفتان ومن المحان ومن النقام والله يجعل هذا اللطف دائم شامل لهذا الأمة ولهذا الشعب وهذا الوطن ونسأل الله أن يلف بنا قلوبنا ويصدح داتبيننا ويظهرنا على أنفسنا وعدونا ويجعلنا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله وأن يجعلنا على سير الأولياء والصالحين ونهج لنهجه رضي الله عنهم وهذا ما نتمنى الله سبحانه وتعالى الله يبارك فيكم